قضية جديدة تتهم فيها الدول الغربية روسيا بمحاولة اغتيال معارض النظام في الداخل أو الخارج أليكسي نافالني معارض روسي في العقد الرابع من عمره يقود حملات ضد الفساد في بلاده وسبق أن منع من الترشح في مواجهة بوتين في الانتخابات الرئاسية بسبب سجنه بتهم فساد ينكرها شعر نافالني بالإعياء خلال رحلة جوية في سيبيريا الشهر الماضي ودخل في غيبوبة مستمرة حتى اليوم نقله ذوه للعلاج في ألمانيا بعد شكوك مؤيديه في تسممه بعدما شرب شايا في المطار وفي ألمانيا بدت الصورة أكثر وضوحة فالتقارير الطبية أظهرت ما وصفته الحكومة الألمانية بالدليل القاطع على وجود مشتقات من مجموعة فيتشوك المكونة لغازات الأعصاب التي تنتجها روسيا كسلاح كيميائي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت إن نافالني كان ضحية محاولة قتل وأن هناك أسئلة جادة ينبغي على الحكومة الروسية وحدها الإجابة عنها وهو التصريح الذي رفضه الكريملين مؤكدا أن ميركل أطلقت تصريحاتها من دون دليل واضح غير أن ميركل أكدت أنها ستبلغ عائلة نافالني وكذلك السفير الروسي في برلين بنتائج التحقيقات مشيرة إلى أن بلادها أبلغت شركاءها في الناتو والاتحاد الأوروبي بما توصلت إليه وأنهم سيتفقون على رد مشترك ومناسب على موسكو في ضوء الرد الروسي لتلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة تضاف إلى قائمة الأزمات العالقة بين موسكو والعواصم الغربية والتي لم يكن أولها احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية كما أنه ربما لن يكون آخرها قضية تسميم نافالني اللافت أن القضية تتشابه إلى حد كبير مع قضية سكريبال ضابط المخابرات الروسي السابق الذي سمم بنفس المادة في بريطانيا قبل سنوات قليلة وتسببت القضية في فرض عقوبات أوروبية وأمريكية على موسكو وهو الأمر الذي ربما يتكرر مرة أخرى مع قضية نافالني